السلام عليكم ورحمة الله ازايكو حبيبي عاملين ايه يا رب بكونوا بخير وبصحة وافي ان شاء الله النهار ده هنعمل وصفة معجنات بطريقة سهلة وبسيطة الوصفة دي قبل اي كلام مش وصفتي بصراحة انا شفتها على قناة تركية واعجبني الشكل وقلت عملها واحنا صغيرين عملتها رأيي هقولهلكو في الفيديو بالنسبة للشكل واضح قدامكم اما الطعم احنا اللي دقناه وشاشة العجينة زي ما انتو شايفينها ودي حشوة بحشوة الجبنة حبيبي قلتي رأيي هقوله في الفيديو اتمنى تتفرجوا على الفيديو حبيبي بقلبي واللي يتفرج على الفيديو لايك وشير كتير واللي مش مشترك اتمنى يشترك يلا بينا نشوف عملناها ازاي نبدأ كلامنا بالصلاعنا بصلى الله عليه وسلم اول حاجة في مقدرنا كباية لبن حليب هضيف كيس خميرة فورية معي معلقتين من السكر وهضيف كمان معهم بيضة كاملة وبيض بيضة وسفار البيضة شلته على جنب تلتي كباية من الزيت يعني ربع كباية وهتزود عليها معلقة ومعلقتين زيت معلقة من الخل عشان معانا ايه بيضة حبيب قلبي وانا كده كده بحط معلقة الخل لأي معجنات هينداو بكل ده حلو جدا هكون محضرة كباية من الميا انا ضيفت كباية من اللبن الحليب وكباية الميا على حسب الدقيق اللي انا هحطه طبعا لو كمية الدقيق اقل هتبقى السوائل اقل انا محضرة ست كباية دقيق ونخلاهم هنزل بالديق وحدة وحدة زي ما احنا متفقين ودايما بقولها على حسب نوع الدقيق في نوع دقيق بيشرب السوائل وفي دقيق لا بقل بالديق مع السوائل لغاية ملائي العجينة تتقل معايا هارجن المعلقة وهارجن بايدي لو احنا بنعجن والعجينة سالت معاك او كانت طرية معاك بنزود معلقة دقيق في معلقة دقيق ولو لقتيها ماسكة معاك هنزود معلقة في معلقة لبن حليب شايفين بناتي حبيبي انا بحط الديق ازاي واحدة واحدة ما بضيفش الديق مرة واحدة لقيتها برضك طرية معايا ايه هي يا ويدة العجينة حبيبي قلبي هنزل ببقيت الديق احلى حاجة في البيت المعجنات بتبقى بصراحة عاملة للبيت ريحة حلوة جدا هالم العجينة في الوقت اللي بالم في العجينة دلوقتي بصراحة لقيتها طرية معايا زودتي معلقة واحدة من الديق معلقة واحدة يا ويدة اه معلقة واحدة بتفرق في العجينة وهم حاجة في نجاح العجينة ان احنا نعجنة حلوة جدا نغدم العجينة في الوقت دا لقيتها زي ما انتو شايفين طرية معايا في الوقت دا انا ضيفت معلقة من الديق ولمت العجينة والعجينة بقت حلوة جدا معايا طرية وكلها حنية هبايا بقلبي هحطي نقطة زيت او معلقة الزيت في البولة وهدينا من فوق ومن تحت هغطيها بقى في الوقت دا كيست اللاجة بشنطة ايه اللي عندك وهغطيها بفوطة لو كنت في الشتاء هتاخد معاك يجي ساعة وربع تخمير ولو كنا في السيف هنركنها على جنب نص ساعة وبتتخمر خلاص ركنتها على جنب خمرت معانا احنا في عصر السرعة بفضي كده الخمر اللي فيها او الهوة اللي في العجينة حبيبي العجينة دي تقدر تعملي منها عجينة البزة هي عجينة البزة بالزبط في الوقت دا انا كنت محضرة صاج ودهنا دهنت زيت بس دهنة حلوة حطيت العجينة وهفردها بالشكل دا بصوا العجينة بتشدي معايا ازاي كل ما فردها تلم معايا هسيبها امت دقيقتين تلاتة وهارجع لها تاني هفرد فيها لغاية ما تتفرد في الصاج كل ما تلاقيها تشدي معاك سيبيها دقيقة دقيقة دقيقتين وترجع لها هتتفرد معاك بكل سهولة خلاص فردتها حلوة جدا في الصاج هغطيها بكيس التلاجة اللي انا كنت حطاها على العجينة وهغطيها بفوتا امت نص ساعة عشان تخمر معانا للمرة التانية هنكون محضرين بقى حيتي الجبنة اسطنبولي جبنة براميلي جبنة رومي جبنة مزاريلا اللي عندك الحشوة دي على حسب الرابع انا كان عندي حطي الجبنة اسطنبولي قطعتها قطعة صغيرة وبادى حطي قطعة قطعة وادك عليها دوس عليها ادخلها في العجينة طبعا الشكل واضح قدامكم بنضيف الجبنة ازاي انا بقى مقطع طرنشات من الطماطم جايبك هم حبي الطماطم وقطعتهم طرنشات هدفهم على الجبنة من فوق الوش عشان يده منظر وفي نفس الوقت هيده طعم للعجينة لو انت حبت ديفي فوق الجبنة كطع من السوسيس او السجوء المدخن برحتك الحشوة دي قلنا حسب الرغبة اكون في الوقت ده محضرة صفار البيضة اللي انا شلتها على جنب حطت نقطة فانيليا بسيطة جدا وحطت عليها معلقة صغيرة من الخل عشان الزفارة بتحت البيض وهدن الوش بتاع السينية هنكون محضرين الفرن على درجة حرارة 200 سخنتها حلو جدا وهحطها في الرف الثاني من تحت قمت عشر دقايق عشان اضمن انها خدت لون من تحت ودخلت في السوا بعد كده بعيني الصاك في الرف الوسطاني هسيبها قمت برضك خمس دقايق وبعد كده ولع الشوايا عشان تاخد اللون التحف اللي انتو هتشوفو دلوقتي احنا بنعملها معاملة البتزا بس عشان العجينة عالية شوية حاول تركز معاها عشان ما تتحرقش معاك وعلى حسب الفرن بتاعك على فكرة لو كان عالي جدا قعودي بقى جنبها وخلي بالك منها وعينك عليها هي خرجت بالشكل دوت هوريكو دلوقتي الشكل وهقولكو عالطعم بتاعها بنقطعها بالشكل دوت بس بعد ما تبرد انا غطيتها اول ما خرجت من الفرن حبيبي اي معجنات لازم تغطيها بتبقى خرجة ناشفة بتغطيها امت عشر دقايق بتلاقاها تريت معاك بالنسبة للعجينة حلوة جدا وهشة جدا بالرغم انها عالية استوت معايا والشكل تحفة زي ما انتو شايفين وحشوة الجبنة بين معاكو قدامكم خلاص اما للطعم بقى يا ريتني كنت عملتها بيزة لو كنت عملتها بيزة وطعمتها بالخضار وبالاضافات اللي احنا بنحطها والمزارلة كان هيبقى افضل واحسن بصراحة مع انها عجبت احفادي جدا اسيبكم فرعية الليلة